انت من اشهر عزاب الوسط الفني قعدت فترة طويلة جدا مضرب عن الجواز لدرجة ان انا حسيت انا ممكن مكناش يعني اصدقاء زي دلوقتي ايامها بس انا فتكرت يعني كنت دايما اتذكر حاجة كده اقول ده اكيد في حياته ام مهولة وهو عمال يدور على واحدة نصها ربعها شبهها هل فعلا كنت حقيق حقيق اه انا فعلا كنت مضرب عن الجواز يعني مش حاطف مخ ان انا يعني حاطف مخي حياتي كلها في الفن وحابب الفن وبعدين لما حياتي اتغيرت لان انا دخلت الشرطة عادت سنتين وطلعت كمان في ملحوظة لما عادت سنتين انا في كلية الشرطة وطلعت وغيرت اتجاهي خالص لكلية تانية دي كانت صدمة كمان بالنسبة لي انا اللي وقفت جمي فيها الوالد كانت صدمة فضيعة بالنسبة للدرجة ان يعني اخدت بعد كده وفجأة كنت عطلع ضابط اتفاجأة لقيت نفسي فيش حاجة لقيت نفسي برا هي اللي احتضنت المسألة واحتوتها وبعدين كانت كمان حاجة مهمة قوي الحب الفضيع اللي كان بين الوالد وبينها انا في حياتي ما شفتوش التعلق الشديد اللي بينهم وبين بعض يعني يوم ما كانت الوالدة تتعية مايروحش شغله مايتحركش من البيت يفضل قاعد جنبها تعالف اللي قاعد جنب الطفلة يوسيها يعني كان لدرجة انا لما توفت الوالدة بقيت خاف كنت خاف عليه هو قوي ما بقيتش يعني اقدم انا تواجعت وتحصرت بس بقى كل تركيزي في الوالد ان انا احتضنه هو وإلا كان وفعلا يعني الفترة اللي عاشها الحمد لله يعني اقول له حاليك حاجة الوالدة بقى ما انت توفت الوالد توفى بعدها بفترة فترة دي يمكن بتاع عشر احضاشر سنة مفيش يوم جمعة ما كانش يروح يزورها الستة دي امي